مجريات حياتي محمد وآل محمد مجريات عقائدية قرأت عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق قرأت عليكم رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أن الذي من الشيعة قطعا يجهل ظلامتهم ما جرى عليهم فهو شريك لظالمهم في الذي جرى عليهم يعني الذي يجهل ما جرى على الصديقة الطاهرة من تعذيب ورفس وسب وضرب بكل الوسائل المتاحة عندهم إلى أن قتلوها قرأت عليكم من كامل الزيارات الله هو الذي يقول هذا الكلام قيل لمحمد في المعراج من الذي قال لمحمد في المعراج الله هو الذي قال له من أنها ستضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب الذي يجهل هذا من الشيعة هو شريك لهم هذه قاعدة عقائدية بينها لنا إمامنا الباقر أنا لا أستطيع أن أكرر كل الكلام المتقدم تذكروا هذه الكلمة إمامنا الباقر وضع لنا هذه القاعدة من أن الذي يجهل ما جرى عليهم من ظلم من شيعتهم فهو شريك في ظلمهم هو مشارك في الظلم مع الذين ظلموهم هؤلاء يشاركون قتلة فاطمة هؤلاء حالتهم أسوأ يقرؤون أحاديث أهل البيت ويعرضون عنها وإذا ما أرادوا أن يثبتوا شيئا بهذه الطريقة الضالة من مراد من أن الأمر ثابت تأريخيا ما علاقتنا بالتأريخ؟ هذه قضية عقائدية إذا كنا في حالة نقاش وجدال مع النواصب ونريد أن نثبت لهم من خلال كتبهم تلك قضية أخرى أما ظلامة فاطمة فهي جزء من عقيدتنا الذي لا يعرف ظلامة فاطمة مثل ما جرت عليها كيف سطروها على وجشها على عينها كيف نبت المسمار في صدرها كيف كسروا ضلعها كيف عصرها بين الباب والجدار وكان طويل القامة عظيم الجثة لما أحس هو يقول لما أحس بفاطمة وراء الباب ماذا فعل؟ وضع ظهره على الباب وضغطها بكل قوته وهي حامل فأسقطت محسنا لقد رفست فاطمة أكثر من مرة وأمر قنفذة بعد أن أخذوا أمير المؤمنين إلى حيث أبي بكر وخرجت فاطمة خلفه فأمر عمر قنفذة أن يعود إليها كي يلفعها بسياط حكاية طويلة طويلة الذي لا يعرف ما جرى على فاطمة شريك للذين ظلموا فاطمة للذين قتلوا فاطمة ما أنا الذي أقول الباقر الذي يقول دعكم من هؤلاء الثولان هذا حديث الباقر الباقر هو الذي يقول الذي يجهل قطعا من الشيعة هذا الكلام لا يوجه للبوذي ولا للهندوسي ولا للمسيحي ولا لليهودي هذا الكلام يوجه للشيعة للذين يقولون إننا شيعة الذي يجهل منهم ظلامة محمد وآل محمد وظلامة فاطمة في العناوين الأولى العنوان الأول إنها القربان الأول بعد محمد أهل القربان الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ولكن برنامج القرابين بعد محمد القربان الأول فاطمة الذي يجهل ما جرى عليها شريك لظالمها شريك لقاتلها وهؤلاء يحاولون أن يشككوكم في ظلامة فاطمة ما معنى أنها ثابتة تأريخيا معنى ذلك نحن لسنا ملزمين عقائديا بها هذا هو المرد أما فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها بأي معنى لا يوجد معنى شرعي هنا ولا يوجد معنى عقائدي هنا إذا كانت القضية تأريخية سيكون الحديث عن أمر علمي عن مسألة علمية وهذا أمر خارج بالمرة عن إطار الدين والعقيدة النبي صلى الله عليه وآله في حديث الكساء اليماني الذي يضعفه إسحاق هذا والخوعي والسيستاني والبقية لما جمعهم تحت الكساء اليماني الفاطمي في بيت الصديقة الكبرى ماذا قال قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعني هذا اللحم وهذا الجسد الذي مزقه المسمار وهذا الوجه الذي صطر بتلك السطرة المؤلمة هذا وجه محمد هذا لحم محمد هذا دم محمد هذا المسمار الذي اخترق صدرها هذا المسمار اخترق صدر محمد اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم إلى آخر ما جاء في حديث الكساء اليماني هذا منطق تأريخي أم هو منطق عقائدي ظلامة فاطمة ضرورة عقائدية آل محمد حدثونا عنها كثيرا وفرضوا علينا أن نعيشها أن نعيشها أن نعيشها هذه الظلامة أما هذا الهراء الذي لا يعرف رأسه من ذيله هذا هراء نجفي حوزوي لا أقول بامتياز بقذارة والسائل يسأله ما هو رأيكم الشريف ما هو رأيكم الحقير ما هو رأيكم الوضيع ما هو رأيكم القذر هذا هو رأيه القذر من أنها ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها ظلامة فاطمة ظلامة عقائدية هذا منطق مرجئي مثلما مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون نترك الأمر إلى يوم القيامة نرجئه فهؤلاء أيضا يقولون عقائديا نرجئ الأمر نقول إنها تأريخية بالضبط هو هذا منطق المرجئ ظلامة فاطمة قضية عقائدية مركزية هذا يعني في أحسن أحوالي مضرط هذا 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 المرجع الأعلم هذا المرجع الأعلم الذي حدده لنا السستاني ما هو السستاني الأعلم والأعلم يحدد الأعلم والأعلم يقوم مضرط هذا هو الواقع الشيعي من أم دال هذا الواقع نذهب إلى فاصل شكرا